بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين طبعا اليوم نحن عندنا اليوم منتصف الليل ولكن أحببت أن أقدم محاضرة صغيرة عن أول شيء أسألة واجبة وثانيا عن مواقع التواصل الاجتماعي اللي حصل لإلها ماذا يحصل إلها من فترة إلى فترة وكيف تكون رسائل الله عز وجل إلينا طبعا بهذه بتعرفه مثل ما بتعرفه بمواضيعي وما أقدمه دائما بما أقدمه دائما ما بحب يدخل بمواضيع المؤامرات وهذه الأشياء لأنها في بعض الأحيان مهمة أنه نحن نعرفها ولكن الأهم أنه نحن نتحضر إليها ويكون عندنا مباشرة عندما نتحضر إليها نكون لدينا لها ترياق يعني نقدر نحن مباشرة ننشفها منها في موضوع مواقع التواصل الاجتماعي واعتمادنا على التكنولوجيا الله عز وجل من خلال الرسائل التي دائما يرسلها إلينا دائما من لأنه في بعض الأحيان لا يوجد أسباب منطقية لما يحدث يعني حتى العلماء في كثير من الأشياء بلأوا أن هناك موجات شمسية قادمة إلى الأرض يعني سوف تقدم بالقضيب العاجل هناك كل السلطلات الموجودين حول الأرض ممكن يتضرروا الكابلات الموجودين في البحر يتضرروا كل هذه الأشياء الله عز وجل دائما ما يرسل لنا رسائل أعطيكم مثل قبل ما يفوت على الموضوع الأساسي له مواقع التواصل الاجتماعي بموضوع الموت كان فيه على عهد سليمان عليه السلام كهذه الرواية ممكن تكون صحيحة ممكن تكون لا بس ولكن الحكمة وراء هذه الرواية ماذا نستفيد منها ماذا نستفيد بحياتنا العملية إجا كان عند سليمان سلام الله نبي الله سليمان كان موجود عزرائيل عليه السلام موجود ومتمثل بشكل ونحن نعرف أن الملائكة تمثلونا بأشكال كان موجود عنده صاحب سليمان يعني أحد الأشخاص اللي هنا من الإنس كان موجود وجالس عنده وملك الموت كان ينظر إلى صاحب سليمان يعني تعرفوا نظراته ونظرة مخيفة نظرة هيبة ومعروف عن ملك الموت أنه لا يبتسم فقال له بما معناته هل أنت قابض؟ قال له لا لم يحن أجلك بما معناته أنه ما أجأ أجلك هلأ لكن قال له هل تعاهدني أمام نبي الله سليمان أنه تعطيني علامة قبل قبض روحي؟ قال له نعم سوف أعطيك عشرة علامات قبل قبض روحي حتى أنت تعرف أمتى وتموت فقال له يا عالي كثير منيحة بما معناته مثل تفقنا الحمد لله أنه أنا أعرف أمتى هموت مهم مضت الأيام مهم مضت الأيام لقى بعد أيام وسنوات لقى ملك الموت جايل عنده بنفس الصورة التي شاهدوا فيها صورة الإنثي وكان يطلع فيه وجايل عنده فمباشرة صادف أنه كان حد النبي سليمان ركض عن النبي سليمان وقال له يا نبي الله انظر عزرائيل إجل عندي وهو ظاهر قابل بروحي ولم يلتزم بوعده لي ما التزم بوعده أنه قال لي عشر علامات وهي يجاي أبو دروحي ما في عشر علامات فنظر إليه عزرائيل عليه السلام وقال له من قال لك أنه أنا ما أعطيتك العشر علامات ألم يموت أبوك السنة الماضية ألم يموت جارك الصغير اللي هو ابن جارك الصغير الموجود حد منك منذ بضعة شهور ألم كذا 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 عشر مرات لقد قبضت عشر أشخاص قبل قبضك ألا تعتبر أنه هذه رسائل لك حتى أنت تعتبرها أنه هلأ جه دورك لحتى تموت فقام بقبض روحي لأنه فعلا أعطاه العشر رسائل نحن يجب أن نتعلم هذه الرسائل من الله عز وجل ومن أهل الله لأنهم هنا رسائلهم وطرقهم بالحديث معنا بطريق آخر بمنحة آخر مثلا بعض الناس بتجي وبتقول سألت الله عز وجل أنه يساعدني بهذا الموضوع فبتقوله أنت طب أنا تسمح لي أنه يساعدك بقول لك لا أنا سألت الله لا أريد شيئا منك طب ليه ما ممكن الله يكون باعتني لعندك وهذا الله عز وجل والعياذ بالله يتمثل بشيء لحتى يجي زاعدك به نعم ما حصل مع إبراهيم عليه السلام كان من هذا الشيء أنه جبرايل عليه السلام نزل لإله وقال له ما قال وعرادها المساعدة هل أنه يسأله هي منك أو من الله لو كان قال هي من الله لكان قبل منه إبراهيم عليه السلام بس ولكن قال أنه هاي المساعدة مني أنا إليك تعرف الرواية أنه لما كان موجود على المنجانيق ورمية في النار هو طاير في الهواء إلى النار في المنجانيق نزل جبرايل عليه السلام وتكلم مع إبراهيم فقال له إني أريد مساعدتك من النار فقال هي منك أو من الله فقال له جبرايل عليه السلام لا هي مني فقال لا أريد شيئا منك إنما أريدها من الله فنحن لازم نعتبر بهذا الموضوع أنه إذا إجا شخص لعندك يساعدك فهل هذا الشخص يمثل الوجه الإلهي في الأرض ولا لا يمثله هل الله أرسله إذا كان من الله يجب أن تأخذ به وقال هيا جاي ساعدك وإذا مش جاي ساعدك إذا من نفسه وإنت تريد الله عز وجل هذا بيكون شيء آخر ولكن يجب عليك أن تملك عين الحكمة وعين البصيرة لحتى تقدر تنقي الشخص الذي يرسله الله إليك أو الشخص الذي ترسله نفسه إليك لأنه ممكن يكون هو طمعا فيك على المستوى الشخصي وهذا طمع ممكن يكون إله حق فيه وممكن ما يكون إله حق فيه على حسب على حسب الشخص ومن هو هل هو مرتبط غير مرتبط خصوصا للإمرأة هل هي مرتبطة غير مرتبطة وهذه الأمور كلها فيجب أن ننظر ونراعي الله عز وجل في هذا المواضيع طيب في مواضيع التواصل الاجتماعي ماذا يريد الله عز وجل أن يقول يريد أيها الأحبة بكل بساطة أن يقول لكم كل فترة بيجيب جيب لكم وبطولكم الموضوع أكتر شوي أنتم أن نحن عندما نضرب الأرض في الرياح الشمسية وأنتم تعتمدون كثيرا على هذه المواقع مواقع التواصل وتعبير رأيكم كذا هل سيكون لكم رأي عندما يأتي الإمام المهدي لا يتتوقف التكنولوجيا الإمام المهدي الأحبة لأن العلماء لم يفهموه قالوا أن التكنولوجيا تتوقف وترجع السيوف واستندوا على ذلك الروايات بيقول لك أن بعض الأئمة أنه خب السيف لوقت ظهور الإمام لأن الإمام يحتاجه في ذلك الوقت الذي أراده الأئمة لأنهم عاشوا في ذلك العصر مع هؤلاء الناس اللي عاشوا معهم أنه كل واحد يحتفظ بسلاح لإله لأنه ممكن ينصر به الإمام المهدي صلى الله عليه على المستوى العلمي على المستوى المعنوي على المستوى المادي فممكن يكون سلاح الشخص هو علمه ممكن يكون سلاح الشخص هو تفكيره ممكن يكون سلاح الشخص هو ما يقدمه من أمر بمعروف وناع البنكر بس نحن لكن دائما نفى الموضوع فقط بالسيف لأنه نحن في هذا العصر تطورنا كثيرا الله عز وجل أراد أن يقول لك أنت بس لما تفوت كثير على هذه المواقع التواصل ونحن أوقات نحتاجها في خدمة الناس نحن أوقات نحتاجها بخدمة الناس على هذه المواقع إذا كانت هي فقط لعبادة نفسك في كثير من الأشخاص بلاقيهم طول الوقت يقومون بعبادة أنفسهم على تلك المواقع ويقومون للأشخاص الثانين بعبادتهم على هذه المواقع من خلال تقديم أنفسهم من خلال تقديم الفلاتر على أشكالهم من خلال تقديمهم بأشياء خطيرة جدا يعني هلأ وصلت لمراحل خطيرة جدا في الحجاب في أمور كثيرة التي حذرت منها سابقا سابقا وكثيرا بموضوع الحجاب من سنتين إلى اليوم بس لأسف لحنا قناتنا ما بتوصل لكثير من الناس ومستمعينها بملوا يعني معظم المستمعين حابين فيديو ست دقائق خمس دقائق وبيمشي بيقطع الموضوع أيولا أحبة قاموا بضرب الحجاب كيف قاموا بضرب الحجاب جابوا لكم الموضلز محجبين وشلحوهم شوي شوي كل بناتكم تابعوهم كل نسائكم تابعوهم نفس الشي للرجال رجال طول الوقت عضلات نساء طول الوقت اتيب ديئة وحجاب فلتان من هون وحلاء تحت الحجاب من هون يبين لبرة وبعدين صارت الامرأة المحجبة اللي كانت هي مفروض تلبس الشرعي ما يحبه الإمام صلى الله عليه ونقول لكل امرأة الإمام المهدي ينظر إليك أيها الأخت العزيزة كل ثلاث وخميس ينظر إلى ملابسك هل تقبلين الإمام المهدي ينظر إلى هذه الملابس بهذه الطريقة مش يعني ينظر إليها بموضوع الشهوة الإمام المهدي في هذا المقام لأنه ولي والولي هو يمثل الله عز وجل في هذا الخط يعني ليس لديه شهوة في هذا المنطدر ولكن هو يقدم للأخوات النصيحة بقولوا كونوا مثل السيدة فاطمة كونوا مثل السيدة زينب نحن ما حنكون مثلهم أكيدة بموضوع السطر بس ولكن بموضوع الحجاب ليس الحجاب فقط من الناحية الخارجية كثر هم النساء اللي يلبسونه حتى العبيات حتى الموضع الشرعي بس ولكن علاقاتهم مع الرجال علاقات مشبوهة جدا وتفتقدوا إلى معنى الحجاب الحقيقي نحن لا نريد أن نعمم على كل السافرات أنه غير جيدات بس ولكن أيها الأخت العزيزة ليس الموضوع موضوع قناعة أنه أنا بدي اقتنع بعض الإخوة في لبنان من علماء الدين حاولوا أن يقولوا لنا أنه الموضوع القناعة ولازم البنت اقتنع حب الله عز وجل إذا مباشرة أي شخص حب الله ما عاش بيصير موضوع موضوع قناعة ولا لا كيف لا أقدمه كيف أقدمه لا أقدمه شيئا يحبه حبيبي أنا فهمتوا كيف؟ مثلا الأمرأة عندما تحب وتحشق رجل بتلاقيها تزوب فيه بأحساسها بشعورها بكذا كيف الله عز وجل لا هي ما بتقدر تزوب فيه ما بتقدر تعطيه هذا الحجاب وهو لها وليس له لله عز وجل بديش بدرجع من الأول وجديد من عيد الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي لذلك عبادة مواقع التواصل الاجتماعي والحبة عبادة خطيرة لأننا نصرف كثيرا بين الوقت عليها نحن عندما نتابع شخصا نقوم بعبادته بطريقة غير مباشرة وهذه قال أهل البيت سلام الله عليه انظروا لمن تستمعون انظروا لمن تستمعون إذا استمعتم لشخص يقدم لكم الله فأنتم تعبدون الله معه وإذا كانوا يقدموا لكم الشيطان فأنتم تعبدون الشيطان معه وإذا كانوا يقدموا نفسه فأنتم تعبدونه لذلك الاستماع أواب يكون لمواضيع لناس لحكاية لكذا ممكن يكون يسبب ناحية خطيرة جدا ومواقع التواصل الاجتماعي أتحد هذا الموضوع كثيرا فرسالة الله عز وجل لإلنا هو أن ننتبه على التراثنا الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي من أي شيء يأخذه ثاني شيء ننتبه على أنه أنه ماذا نقوم به كل يوم هل نحن معتمدين كثيرا على هذا الشيء لحتى نعبر عن نفسنا ولا لا بهذا الوقت اليوم اللي نحن صرفناه السابق 8 ساعات من دون مواقع التواصل الاجتماعي هل نحن هل نحن تفضينا لشغلنا لعملنا لأول مرة بحياتنا هل نحن قرأنا القرآن هل قرأنا الدعاء هل لأول مرة قعدنا وتفكرنا لأنه ما في حدا ناطرنا بالجهة الثانية يريد أن يقرأ أفكارنا هذه هي رسالة الله أنا لا أريد أن أقول لك أنه هناك حرب كونية وكذا على المواقع التواصل والأمريكا والصين تتحاربان مع بعضها وسببه الخصوف والكسوف والمزنبات هذه كلها ليست مهمة بقدر أهميتي ما يريد أن يصل الله عز وجل إليك من الناحية المعنوية أن أنت تكون في داخلك أنت كيف اليوم صرفت هذا اليوم كيف بعيدا عن الناس ألا يذكرك هذا الموقف بيوم الموت بموتك بقيامتك ألا تتذكر ذلك عندما تموت لا تستطيع أن تعبر عن رأيك لا تستطيع أن تصور ماذا يجري معك لا تستطيع أن تفلتر وجهك الحقيقي في عالم البرزخ هل أنت ما قدمت من أعمال هون وأعمال هونيك الله عز وجل كل فترة بيذكرنا من أول وجديد كل شوية بيذكرنا بيذكرنا لا تنسوا أيها الناس الدنيا عبور الدنيا مطار الدنيا كذا انتبهوا لا تخافوا لا تخافوا ولا تحزنوا ليه لأنه كل ما يجري في الدنيا هو شيء طبيعي ما نؤمن به أنه هو كوارث هو شيء طبيعي للأرض الزلازل طبيعية تتنفس الأرض في الزلازل وتتجدد نحن نفهم الموضوع على الأرض خطأ بس يصير زلزال لأنه مخيف مميت لأن احنا عمرنا الأرض بطريقة الخطأ لأن احنا ما كنا نراعي الله عز وجل لما عمرنا البناية بطريقة العلمية العلم هو مفتاح وكل شيء يا لحب الله عز وجل جعله سلطان إن العلم سلطان سلطان بيطلعك برات الأرض بنزلك تحت الأرض بتفتح فيه كثير من الأشياء كما ذكر الله عز وجل أنه سلطان وهذه الأبعاد كلها العلمية الموجودة على الأرض اللي نحن نعتبرها البراكين هي تشكل بلاد جديدة الزلازل تلكم هي تجدد الأرض الشتاء والصيف هو تنفس هو الرئة الأرض هو الرئة الأرضية ذوبان الثلوج اليوم ما تفكروا أنه نحن نغرأ كلها ما في غرق أيها الحبة هم يخيفون بعض الناس يخيفوكم لا لأنه لأنه بالعكس الذي يجري هو تجديد الأرض من أول وجديد الصحراء سوف سوف تنتعش خصوصا بشبه الجزيرة العربية هذه الأرض الصقاحة الكبيرة هذه الأرض الكبيرة سوف تتحول إلى دولة كبرى وعظمة للإمام صلى الله عليه أيها الحبة الله عز وجل حافظ على هذه الأرض الصحراء الموجودة الصحراء الكبرى بشبه الجزيرة العربية هذه الصحراء اللي بقول لكم عنها محفوظة ممنوحة أن يدخلها يقوم التغوض بحراساتها لأنه فيها ثروات هائلة جدا من السلكة والسيليسيوم والجرمانيوم وهذه المواد مهمة جدا في التطور الإنساني القادم هذه أكثر من ما موجود في أفغانستان وأكثر من ما قامت به الولايات المتحدة وتقوم بتوريد القيام به الصين القيام به الله عز وجل أبعد العيون مع أنه فيه أطماع كثيرة بس ما عم يقدروا ما عم يقدروا يوصلوا لضعف الإمكانات الموجودة في تلك البلاد بس مع الوقت الله عز وجل يريد أن يعمرها لأنه حافظ على هذه الأرض من عهد آدم عليه السلام أبعد عنها الناس كلها أبعد عنها الزنوب لأنه يريد أن يحافظ عليها وأنا أول مرة بكشف هذا الموضوع لما قل لك أبي رضوة أم غيرها أم ذي طوى أين رضوة يا ألاحبة؟ أين رضوة؟ نعم فهنا لك أرض تضع رضوة قرب مكة المكرمة بس رضوة الحقيقية يا ألاحبة هي تلك هونيكة شبه الجزيرة العربية الصحراوية بس ولكن هلأ شوفوا شو عم بيصير فيها عم تنزل فيها كثير من الأمطار عم تتجدد سوف يخرج الخضار كلها من أول وجد لتتحول إلى الأرض العظيمة جدا الأرض العظيمة جدا التي سوف تأتي لذلك يا ألاحبة مواقع التواصل الاجتماعي دعوه واجعلوه لله لا ما تخلوا أفكاركم أوقات الطاقة السلبية تسيطر عليكم الله عز وجل بيذكركم بالطاقة الإيجابية بيذكركم بوجود حياتكم حالكم بوجود أولادكم بوجود محبيكم حواليكم مش دائما على طول مثل ما إحنا موجودين بنحاول نفوت بالطاقة السلبية وندمر أنفسنا وندمر الناس في المؤامرات وكذا وكذا الكهرباء عرضة للتوقف وصائل التواصل الاجتماعي عرضة للتوقف السيارات عرضة للتوقف بس ولكن العلم أي الأحبة العلم هو الذي يوقف هذا التوقف أنا كنصيحة شخصية من شخص متابع للتكنولوجيا هلأ أنا بخرج من موضوع العباء الدينية وبقول لكم الشيء الذي تستطيعون فعله كل شيء من السيارات القديمة التي لا تعتمد على البطاقات الزكية الموجودة فيها يسمى باللغة العربية باللغة الإنجليزية بي سي أم بادي كونترولر موجول الذي يعتمد على ذلك عادة السيارات المقبل التسعينات لا تعتمد على هذا الشيء وفي منها يصنع في دول فقيرة لا تعتمد على البطاقات الزكية هذه السيارات الوحيدة اللي بتظلع عايشة إذا أتت رياح شمسية كل ما تقوم بها في منزلك يعني مثلا على اليوتيوب أو الفيسبوك يمكنك أنك إذا كان ذات قيمة تاخده وتحفظه بـ ليس الهارد رايفل القرص المدمج الميكانيكل لا القرص اليو اس بي في منه أعداد كتير كبيرة ويمكن في علبة تسميها اسمها اي ام اف بروتكشن هي لا تحط فيها كل معلوماتها فيها وإذا أجت رياح شمسية تقدر تحافظ على هذه المعلومات في قلبي اليو اس بي طبعا هناك كمان للمنازل في أجهزة صغيرة موجودة على الانترنت بس ولكن هاي الأجهزة غير معروفة لأنه مش ناسة كتير مؤمنة بموضوع الرياح الشمسية ممكن تضعها في منزلك تضعها في الكهرباء وهي تحافظ على منزلك كلياته إذا في حال إجت رياح شمسية من أنه يحترق مثل التلفزيون مثل البراد لأن كله هلأ بيعتمد على وسائل المتطورة حتى يقدر يمشي طيب فنحن يجب أن نتحضر بهذه الأشياء نتحضر لإلها حتى لو كان تحضر خفيف ممكن مثلا نجيب أجهزة اتصالات اللي بيستعملوها العسكرية مثلا ونشيل منها البطاريات أي شيء أنت تريد أن تحافظ عليه من الأمواج الشمسية يجب أن تزيل منه البطاريات لأنه يجب أن تكون من دون طاقة داخلية مثلا إذا أنت جبت سيارة متطورة وإمت منها البطارية لما تجي الرياح الشمسية ما بتحرقها ما بتحترق السيارة بس ولكن إذا كانت موصولة بالبطارية بتحترق هناك طرق كثيرة ممكن أن تعملوها لحتى تقدروا تتحضروا لهذا الموضوع لأن الله عز وجل يرسل إليه رسائلنا اليوم هذه هي الرسائل التي يرسلها إلينا التحضر المعنوي والتحضر المادي لأن هذا الشيء من أشياء التي تسهل علينا وقت الظهور حين نعرفها بالتحديد هلأ أنتقل أيها الأحبة أنتقل إلى موضوع الأسئلة الأسئلة التي الأخوة والأخوات يريدون أسؤالها طبعا الأخت تسأل عن موضوع ابنتي دائما تسألها عن موضوع الأغاني وبنتها صغيرة يعني تريد أن تسألها عن موضوع الأغاني هل هي حلال حرام؟ ليش حرام؟ ما هي الأنشيد واللطميات فيهم موسيقى؟ شو الفرق؟ أيا الأخت العزيزة خلينا أقول لك شيل لحتى ناخد الموضوع بطريقة علمية لحتى تقدر تشرحيها لمي مكان لابنتك لأمك لأختك وكلها تكون تاخدها للمعلوم كل شيء يرتبطوا بموسيقى إن كان نشيد أو إن كان هلأ بغضق إيم الحلال والحرام خلينا نشيل الحلال والحرام على جنب يرتبطوا بموسيقى أو يرتبطوا بنشيد أو يرتبطوا بأي شيء من الأشياء اللي هي فيها أدوات موسيقية هي بتقدر تفرض تأثير مباشر وقوي على الإنسان وعلى الشخص يعني أعطيك مثل مثلا أنا هلأ مش عم بتحدث عن الحلال والحرام عم بتحدث عن الناحية العلمية وتأثيراتها العقلية لحتى نحن نقدر نشرحهم لأولادنا لأن أولادنا لازم حتى لو نحن نشفناهم صغار بيفهموا إذا نحن وصلناهم إلى هذه الطريقة مثلا واحد وواحدة بيحبوا بعض تركوا بعض بالطريقة العادية يعني بالحياة العادية قبل الأغاني وقبل وجود المموبيل والأغاني الحزينة والأغاني المفرحة بتلاقي أنه اثنانياتهم لما يبتعدوا عن بعض أسبوع أسبوعين شهر بينسوا بعضهم بيتذكروا بعض بذكرى جميلة حتى لو كان البعض خطير وكذا وكان أثر عليهم هو حب عمره وهي حب عمره بس ولكن لما يبعدوا عن بعض يتذكرون بعضهم بأشياء جميلة لا تؤثر على حياتهم ولا تسبب ضغط نفسه يعني بس لا يبعدوا عن بعض ما بيصير في عندهم ضغوط نفسية عالية جدا بالعكس هي وقت قليل وبينضى الموضوع بيصيروا يكبروا عن الشيء لأنه العقل لديه طريقة الريكوفري بيرجع بيعمل ريكوفري من أول وجديد عنده برنامج سبحان الله الله عز وجل خلقه بموضوع الريكوفري الغناء ماذا يفعل الغناء؟ الغناء يعمق المأساة إذا مثلا أنت يعمق الإحساس أحسن والوصف الأحسن الغناء يعمقه الإحساس بأي شيء إذا جبت غنية أو نشيد مثلا نشيد إلهي فهذا مثلا بالنشيد بيقول إلهي إلهي ومش عارف شو بيضلوا هذا أنت بيعمق لك الأشياء الموجودة فيك من دون ما تكون هي فعلا موجودة فيك يعني مثلا شخص غير مؤمن يستمع إلى نشيد ويندمج مع هذا النشيد ويندمج مع موسيقى النشيد تأتيه مشاعر لله عز وجل هو داخليا هي غير موجودة به بس لا يخلص النشيد بيرجع بروح منه فهو يستغرب هل حب الله اللي هو موجود فيه ولا هل هو تأثيره الغنائي وتأثيره الموسيقى عليه هون بيصير موضوع خطيء أكتر بيكبر الموضوع بخطورة أكبر طبعا أتمنى منك أن تنقل إلى بنتك الموضوع بطريقة بسيطة بتقولي له أنه الغناء يكثف الشعور يكثف الشعور التي لا تحتاج إليه النفس لأنه يسبب لها الضغط والإزعاج نفس الشي الغنية مثلا اتنين بيحبوا بعضهم ويسمعون للغناء وتركوا بعضهم هي بتسمع الأغاني الحزينة المبكية هو يسمع الأغاني الحزينة والمبكية والكذا وهي بيفوت فيها مشاعر مش موجودة من قبل عنه وبتضلت دائما ويعمق الجرع أكثر بيخليها تنزف أكثر من الناحية المعنوية وهو يعمق الجرع أكثر وينسو الجرع أكثر بيطول موضوع الريكوفري بيصير بدلما يكون أسبوع أسبوعين بيضلوا سنة سنتين وثلاثة ويجع بحاولوا يحكم مع بعض ويجع بتركوا بعض بحاولوا يحكم مع بعض وذلك يميع الحدود بين الرجل والإمرأة يميع الحدود بين الرجل والإمرأة يعني إذا إمرأة ورجل حبوا بعض وتركوا بعض وتركوا بعض أشياء كثيرة سوف تنكسر أشياء كثيرة سوف تنكسر والذين دخل ýne متزوجين يعرفون هذا الموضوع وذلك معش بيصير في حدود تنكسر الحدود بأشياء كثيرة بتصير متوقع للإنسان أنه يصيرها وبيصير هو داخليا شعوره جدا بيوصله للناحية النفسية السيئة طيب كل ما يجري اليوم طيب ليش من عشرين من ثلاثين سنة ما كان فيه أمراض نفسية وهلأ فيه أمراض نفسية أيها الأحبة أيها الأخوة والأخوات بكل وضوح وصراحة بإلكم كله بسبب الأغاني والأنشيد الأغاني والأنشيد مع بعضهم أنا لا أبرق حتى الأنشيد من هذا الموضوع طبعا الموسيقى فيها فيه شيء فيه منها حلال وفيه منها حرام استعملت الموسيقى مثلا الحماسية لأن الذين مثلا الموجودين في لبنان وإيران والعراق الأغاني الحماسية بتخلي الشباب أكتر يكون عنده حمية وكذا وكذا تكثف الشعور في هذه النقطة وكانوا الأخوة يحتاجونها حتى يقدروا يجيبوا ناس حتى نفس الشيء بالجيوش العالمية هن بيصيروا يعملوا غناء هن بيصيروا يغنوا مثلا لما يكونوا بالمارينز هنو عم بي بتلاقيهم كلهم عم بيصرخون كأنها كأنهم غناء مثلا كان نفس الشيء بالجيوش العربية الجيوش العالمية بتشوفوا بالأفلام القديمة المصرية الأفلام الحديثة بتلاقوا هنو عم يمشوا عم يتدربوا عم يصرخوا يعيتوا ويغنوا لا لأنه هي تعطيهم الأدرنالي تعطيهم القوة تعطيهم النشاط لأنه هنو يركزون على نقطة واحدة ويريدون إفاءها طبعا ليش هون أهل البيت بقولوا لك الغناء يورث النفاق ليش يورث النفاق لأنه أنت بتكون مركز على موضوع نقطة معينة يريدها منك هؤلاء الناس فإذا أنت كنت مع هؤلاء الناس الهني من الطاغوت تكون مثلهم لأنهم كثفوا لك هذا الشيء وأنت لا تحس بس ما تطلع من الجيش ليش معظم الغاربين لما يطلعوا من جيوشهم بتلاقيهم منهارين ليه لأنهم خلاص تركوا هذا الموضوع ما عاش فيه سيطرة غناء وضغط نفسي وكذا وكذا صاروا يفكروا ليش أنا قتلت هؤلاء الناس ليش حتلت لهم بلادهم ليش كذا ليش كذا بتلاقي كل الأسباب ترجع لهذا الموضوع الحماسي نفس الشيء بالإرهابيين في القاعدة بتلاقوهم عاملين أغاني ورسول الله وزوجته وكذا وكذا ليه لأنه هني يريدون تكثيف هذا المشاعر أنا تلكم من قبل الذي من الناحية السياسية نظيف بتتذكروا عن أصحاب الإمام الحسين نظيف من الناحية السياسية ليس لديه تكثيف شعوري الذي يأتي من الأناشيد ولا يأتي من الغناء هؤلاء من الأوائل الذي يختارهم الإمام سلام الله عليه لأنهم هني الإمام لا يحتاج إلى شخص أو أشخاص هني منقاضين لإله من ناحية الحماس من ناحية الحماس يعني من ناحية الحماس الداخلي اللي هو بناءًا على الأناشيد بناءًا على كثير من القطباء التي تحدثوا عن الإمام المهدي لأنه مثلاً هلاً نحن منشوف كافر مثلاً مغني بتلاقي ملايين الناس عم بيعيطوله وعم بيصرخوله وبدون يدقروا بس لا يدقروا بيقعوا بيغب على قلبهم وهيك مظبوط؟ مش هذا الصحة حقيقي؟ إذا نفس الشيء يجى الإمام المهدي كثير من الناس سوف يصيبهم هذه الحالة وليست الحالة ناتجة عن الإمام المهدي بل ناتجة عن الأشياء التي هي التكثيفات والتراكمات التي حصلت عبر الزمن من خلال المحاضرين ومن خلال الأنشيد عن الإمام المهدي سلام الله عليه وهذه يجب أن نتخلص منها لكي نتواصل مع الإمام المهدي حقاً تواصل إذا أردنا التشرف برؤية الإمام المهدي والحد يعد يسمعه والتعلم منه كل ياته لازم نتخلص منها نفسياً لأن هذا التكثيف لا نريده نريده مشاعر حقيقية هي مكثفة بذاتها إذا كانت هي مكثفة بذاتها لذلك تصبح ذاتك ذاته فالغناء بدرجة من أول من الأول أو الأنشيد أو هي شيء آخر أكيد الغناء هون لأنه يكثف الناحية الناحية الطغوطية الحرام الأنشيد تكثف الناحية الحلال بس بالنتيجة تنيناتهم كثرتهم مضرة يمكن اندهش بعض الأخوات أن الأنشيد نعم كثرت الأنشيد بآخر الموضوع مضرة لأنها تكثف ومشاعر ليست موجودة فيك وبتلاقي الناس الذين بيفوتوا بهذا الجو برجعوا بيطلعوا على الغناء شوي برجعوا بيفوتوا من الغناء برجعوا بيجوا على الأنشيد شوي ويكثروا تحت تأثير أنه يشوفوا لايكوا أنا صوتي شو حلو لايكوا الناس اللي عم تطلع فيه هنا عم بيبكوا على الإمام أنا عم بكي الإمام أنا عم بكي عفوا للناس اللي موجودين قربة للإمام بس فعليا فعليا لا هو مستفيد ولا الناس اللي عم تبكي مستفيدة فعليا فعليا لأنه نحن نريد الوصول إلى المواهي إلى العصارة في الحياتنا التي نرتبط بها مع أهل البيت ممكن يكون هذا الجواب صادم لبعض الإخوة بس ولكن إذا فكرتم به وشفتم الأمثل الموجودة أمامنا عبر مئات السنوات لا لا بتشوفوا أن هذه عصارة ما يمكن أن نقوله في موضوع الغناء يروى أن الأنبياء والأولياء يخافون الموت حتى يرتعبون منه سؤال إذا الأنبياء والأولياء يخافون الموت لأن الأنبياء والأولياء لم يخافوا الموت لم نرى أي نبي أو أي وصي كان يخافوا بالعكس كان الموت لهم هو بوابة عبور إلى الناحية الأخرى لأنهم أدوا الأمانة التي أوكلوا إليها حتى في بعض الناس العاديين منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله الله عز وجل في القرآن الكريم ذكر هذا الموضوع فهذا ينفي ما تقولينه عن الموت فإذا إنسان تحضر نفسه موتوا قبل أن تموت لما بموت الإنسان ذاتيا وهذا بياخد وقت طويل وبياخد جهاد نفس طويل وبياخد مراقبة طويلة يعني مش الموضوع سهل أبدا بتلاقي الموت ما عش بتصير يفرق عند الشخص الحياة ولا الموت لأن اتناتهم واحد شو بيستفيد الواحد من الحياة الدنيا الحياة الدنيا هي أصدق الناس قالت لك من الأول ما تلحقني إذا لحقتني بتموت فيني وأنا مش هتاخدني الشخص الوحيد اللي بياخدني مين ما حدا هي رايحة فانية زيلي زيلي فليش بده يخاف الواحد من الموت إذا وصل نفسه في الحياة الدنيا أن يموت قبل أن يموت الأخ رضى مما رضى الله يحبك والله يحبكم الله يحفظكم أريد أن أسأل هذا السؤال يا سبحان الله عن رضى وطوى طبعا هذه الأرض الموجودة هناك سبحان الله وهل تلكم سرة موجودة في شبه الجزيرة العربية فيها تلك المنطقة لأن الله لأن هذه الأسماء أيها الأحبة تزيطوى هي الأرض التي تطوى للإمام لأن الإمام موجود في كذا أرض نفس الوقت موجود من أرض موجود ممكن يكون في العراق هلأ بعدين ينقل إلى لبنان في أقل من لحظة يشرف أحدهم ينظر إلى حال أحدهم من الفقراء والأيتام والمساكين برجع بيروح على شبه الجزيرة العربية برجع بيروح على أفريقيا برجع بيطلع على روسية برجع بينزل على كذا لأن الإمام هو خليفة الله في الأرض فبيكون في كل الأرض فهي معنى تزيطوى والرضوى هي المكان الذي سوف يكون فيه رضى الله عز وجل أنا أخذت الموضوع رضوى بتكسيف الرضى لأن الأرض الوحيدة التي لم يعصى الله عز وجل عليها العصيان الحقيقي هي الصحراء في شبه الجزيرة العربية والله حفظها منذ آلاف السنوات للإمام المهدي صلى الله عليه حتى تكون الأرض الطاهرة التي يستطيع الإمام صلى الله عليه أن يكون موجود فيها نعم الرضوى والطوى مع اختلاف الرأى والضاد نعم لأن هذه حفظها الله عز وجل عبر الزمن طوى الله عز وجل ينقل الإمام من مكان إلى مكان عبر الزمن أو المكان بنفس الزمن لأن الرأى هي حرف رفعة والضاد اللي تلكم من قبل يرتبطوا بموضوع السيدة الزهراء صلى الله عليه طيب يقولون أن واذي بارهوته لأروح الكافرة الله عز وجل أيها الأحبة والإخوة والأخوات في الأرض جعلة هنالك إلها أنا سوف أشترك لكم إليها من أبد أبعاد ليست أبعاد كبيرة يعني مثل ولكن اختلاف الترددات اختلاف مثل الراديو مثل التلفزيون عندما تقلبوا القنوات فيها قناة محال العذاب في قناة اللي هي بارهوت وادي بارهوت في قناة تانية هي المطرح الجنة المؤقتة اللي هو العالم البرزخ اللي موجود في النجاف ونحن بالوسط في عالم الدنيا طبعا يجب أن يكون هنالك شيء يدعى وادي لماذا سمي وادي؟ أيها الأحبة لأنه مطرح ما رمي العجل فنسفه في اليم نسفا طبعا هي إلها سر على وادي بارهوت اللي موجود في اليمن أكيد إلو سر إذا نزلوا ناس ولا ما نزلوا فريق قويتي قال نزلنا تحت ولا أين شيء طبعا هات الأشياء كلها من الناحية المعنوية مثلا رحنا على النجاف ما لقينا وادي السلام فهمتوا كيف؟ فهذه كلها هي أشياء ناحية من الناحية المعنوية وأكيد الله عز وجل حفظ ذلك المكان للكفار لأنه هناك هدف من هذا الموضوع بالمطلق يجب أن نحن نتحرر من مسألة الغيب المخيف وندرس المواضيع بطريقة علمية طيب أخ رد على أخ تاني عن موضيع الـ 18 وظيفة في زمن الغيبة مهم جدا لأنه هذا سؤال يطرح دائما مش حاق طيب نعم مثال أغاني ابني يشاهد المصارعة وبالمقطع أغاني حماسية والشاهد أن يعيش الحالة كأنه هو المصارع ودوري فعلا هو كذلك وهو ليس المصارع نعم ذكر القرآن أحمد الملكوتي ولم يذكر علي الملكوتي أنا ولا مرة كتحدث عن علي الملكوتي بالقرآن الكريم ولكنه نعم ذكر لما تحدث عن سورة ياسين كثير من العلماء قالوا لي أنت تتحدث كما يتحدث المسيحيين ملكوت ولهوت ونسوت القرآن بريء من هذا الموضوع الإسلام بريء قال لي أعطيني دليل عن وجودي محمد أحمد الملكوت الذي تتحدث به أنت مخرف أنت كذا ولا تعطي الآيات القرآنية لأنه ما في أعطي الآيات القرآنية كلما أذكر الموضوع أسرده أنا بعمل محاضرة ساعتين عن أي وحدة أوقات فسبحان من بيده ملكوته كل شيء وليه ترجعون الله عز وجل موجود وأن مكان كيف نرجع له يعني برجع بإليك في وفي أي تاني بإليك بما معناته ترجعون به إلى الله يعني منرجع إلى الله لا منش منرجع به بهذا المعنى يا لحب الله موجود في كل مكان كيف نرجع إليه فسروا لي موجود الله في عالم الدنيا نعم طيب ومن نرجع له بعالم الآخرة إليه ترجعوا الأعمال إليه ترجعوا الكذا إليه فهون بتقول إليه ترجعون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألت لكم هو المنطلق في الخلق وهو إليه الرجوع سبحان من بيده ملكوته كل شيء يده مطويات الله عز وجل جعلها في يده يده الموجودة على الأرض اليد بالنسبة لله أنا ألت لكم المثال ملايين المرات طيب فاليد هون يد الله التي هي تمثل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس يعني الله له إيد وحط له يا رسول الله اليد هون قدرة على العمل شيء الله سبحان من بيده ملكوته كله يعني الله عز وجل يقول سبحان أحمد الذي أنا خلقته بيد قدرتي بقدرتي وهو جعلته قدرتي في الأكوان في الخلق في الوجود وجعل وشاهد على ذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يكون ذلك إلا بهذا فبالنسبة للإمام علي خلينا نتركها للمستقبل إذا كانت ياسين يا سر الوجود هو المحمد أي الآيات أو الصور التي تتحدث عن علي في روايات أهل البيت يجب أن نفت نتفكر بالقرآن نعتبرها للمستقبل أنتوا شوفوا أي الصور التي ذكرها أهل البيت تتحدث عن علي عليه السلام لعلي ثمانية أوجه أيها الحبه هو باطن رسول الله يعني شو؟ يعني النفس هي ثمانية أوجه يحمل عرش ربك يومئذ ثمانية عرش الله هو محمد يحمله عليه في الأرض محمد حمل عليه لأنه علي لا يستطيع حمل محمد فهمتوا كيف؟ لكن بالعالم الملكوت ثمانية أوجه من علي تحمل ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم لما حمل علي على الكعبة تبوا هذا أسكنتوا لو مش ما قال الموضوع رومانسي وهيك لطلتوا أي نجمة من الكون حقيقة أيها الحبه كان الإمام علي استطيع أن يصل لأيه؟ هو باطن رسول الله بس ولكن ثمان أوجه من علي تحمل محمد لأن مثل ما نحن في الجسد جسد واحد في إلنا ثمانية أنفذ ذائبة في نفس واحدة نفسك أنت البوطقة الكاملة الداخلية خلقنا نحن الخارجي والداخلي محمد وعلي خلقنا الخارجي شكليا محمد لما بقلك المسيحيين خلقتوا خلق على شاكلتي في الإنجيل لما قلق خلقتوا الخلق على شاكلتي في الإنجيل فكروا هؤلاء اللي هنا بيترجموا الإنجيل أنه خلق الخلق على شاكلة الله عز وجل والعزو بالله أخذوا منهم الوهابية والحديث بعض بعض الصنة أخذوا الموضوع أنه خلق الخلق على شكله على هيئته هو يقصد على هيئة محمد شوفوا شكل محمد ميم حاء ميم دال شكل جسم شكل محمد شوفوا أنتو الهيكل عظمي هو ممدود محمد مكسي مكسي فهمتو كيف؟ لكن داخليا عليه ويوم الأيام إن شاء الله أريكم هذا الموضوع إن شاء الله كيف يكون موجود عليه بس ولكن يحتاج إلى رؤية وإلى بصير نعم الأخ أخ شمس المهدي يقول يعني من خلال كلامك من كثرة السماع الأنشيد والطعمق يكون ولائهم وتمسكهم كالفقاعة مظبط فعلا مئة بالمئة الولاء والتمسك من خلال الأنشيد بأي شخص يكون فقاعة لأنه يكثف المشاعر ولا يظهر حقيقتها فعلا هو تكلم بحكمة طيب نشوف الأسئلة التانية إذا بعد فيه أسئلة تانية الأخوات الأخوات عم يسألوا الأسئلة كمان على الصفحة فلذلك أيها الأخوة والأحبة فيه كمان صفحة نقلت بدفوت فيها سأل سؤال في زيارة عشرات تكرر السأر تكرر السأرك وسأرنا ممكن توضيح المعنى الملكوتية نعم مع أنه هذا معنى دقيق هذا المعنى معنى دقيق بس ولكنه باختصار لأنه يجب أن يكون هناك حلقة خاصة لهذه المواضيع وأنا تحدثت عن هذا الموضوع عن أصحاب الإمام الحسين بس بالمطلق السأر الإمام الحسين وثأر الله وعندما يقول تكرار السأر والثأر تشوفوا أنتو التكرار وعدوه كل واحد من أهل البيت سلام الله عليهم يتمثل بك حين قولي أنت قولي كثأر في شخص هلأ أسأل سؤال وأنا كنت مش على الصراحة مش حابب جاوب السؤال لأنه أنا بعرف لو أم بدي أخذ هذا السؤال هل يتمثل الإمام المهدي بصور أشخاص؟ لا أشخاص نعرفوها؟ لا لا يتمثل بصور أشخاص نعرفوها يتمثل بصور أشخاص نعرفوها في الرؤية مثلا إذا واحد صالح اسمه محمد نحنا شفناه بالرؤية اسم محمد وهو يدلنا على شيء وأعطانا شيء في الرؤية لا يكون هو محمد نفسه يكون المهدي سلام الله عليه أو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك مع علي كذلك مع كذا مثلا واحد يريد الفتح شايف واحد اسمه فتحي يعني الاسم في الرؤية عشان هيك بس ولكن في الحياة العادية لا أين يتكلم الإمام المهدي على لسان؟ يتكلم على لسان صالح هو يختاره وينتدبه لنفسه يكون واصل للناس يعني مثلا في بعض العلم يعني أنا الموضوع ممكن ما بدي أنا عادة ما بحب عام بهذه المواضيع بس هعطيكم شيء معين سبحان الله بتصير أوقات هالأمور مرة كنت موجود في مسجد في صلاة الجمعة والخطيب يتحدث فكان يتحدث عن في ذكرى السشهادة رسول الله صلى الله عليه وعلي وسلم فتحدث عن ذكرى السشهادة أكيد دائما تقتل موضوع من ليس من العمق من السطح أنه كان جالس على عند الإمام علي وبيقول له إجا عزرائيل يخض له روحه ما بدوش يخض له هذه إهانة لرسول الله كمان يحملوا روح رسول الله يا الحب الله عز وجل فقط يستطيع قبض روح رسول الله كيف ولي عزرائيل أن يأتي ويقبض روح رسول الله كيف يعني أنا ما عم بفهم هذه الروايات اللي إجتنا كلياتها أين المنطق أين العلم بهذه الأشياء كلياتها مهم فمهم كان عم يتحدث عن الموضوع فصار يعمق بالموضوع أكثر أنه يتحدث عن أنه هذا رسول الله هذا النور الذي خلقه رسول الله هو من بلش إذا تنظر بوجهه بلش فيه هناك حجب موجودة حول وجهه بلش تنجال بلش تنجال حول وجهه هذه الحجب الموجودة بتلاقيها بلش تشع نورانية وهي بتاخد وقت بس ولكن هذا الوقت يأتي قبل ما يقول الشخص الكلمي لأنه قدر له أن يقوله عن طريق الروح فوصل لحتى قال أحمد النوراني فهمتوا كيف فقال أحمد النوراني وقال كم كلمة عميقة في هذا المجال عن ذكرى استشهاد رسول الله ورجعت من أول وجهه تشكرت الحجب وراحت الحجب كل الموجودين في المسجد ما شافوا شيء لأنهم كانوا كلهم ملتهيين ما انتبهوا لهذه اللحظة الملكوتية هون شو صار؟ هون صار أنه الروح القدس تحدثت عن لسانه لمضع لحظات الله عز وجل في هذه اللحظة وفي هذا الموقف وعلى هذا المنبر انتبه لكي يوصل نورانيا هذه النقطة ويرجع من أول وجهد يدخلوا في الحجب يعني يرجع غاب بالحجب من أول وجهد ورجع لامس الموضوع من السطح فهمتوا كيف؟ فكيف يتحدث أهل البيت يتحدثون بهذه الطريقة من أشخاص يمثلوهم عن طريق منابرهم مثلا إذا أحد الصالحين أنت موجود مثلا عن الإمام الحسين سلام الله عليه بأي موقع مش ضرورة بذكرى السرشهادية مش ضرورة بذكرى مولدية انتوا موجودت عن الإمام الحسين تستمعوا لخطبة الخطيب الذي يتحدث أوقات الإمام الحسيني يستعمل لسانه ويتحدث إلى الناس فهمتوا كيف؟ ومن ينتبه في هذه اللحظات هم الفائزون أيها الحب هم الفائزون عشان هيك يجب أن ننصد أن ننتبه مش لازم ننعس لازم نمرن أنفسنا نمرن فكرنا ممكن تتقابل الخضر عليه السلام بيقلك الخضر مثلا ممكن تقابله بيقلك بما معنات أنه خلق الخلق من رسول الله بيعرف أن هذه من الزمان هي قديمة لما يقلك ياها الخضر غير لما يقلك ياها محمد موسى فهمت عليه كيف؟ لما يقلك الخضر هذه المعلومة المعلومة لها ظاهر وباطن تبقوا أيها الحب أنا أقول لكم سر عظيم من أسرار التجليات الكبرى المعلومة لها ظاهر وباطن قائلها يقول الكلمة بظاهرها بس ولكن ينقل مشاعرها في باطنها يعني مثلا إذا قال الخضر عليه السلام لألك أنت واتشرفك بوجود وقال خلق الله الخلق من محمد صلى الله عليه وآله وسلم غير ما يقلك ياه محمد موسى لا لأن الخضر يحمل المنهج الإلهي الحقيقي يعني أنت يقلك ياها والكلمة الظاهريا طلعت هيك أنت أخذت الكلمة الظاهريا بس ولكن من شعوره بقولها يختلف عن شعوري أنا لما أقولها لك وهذا شيء مهم جدا يا الحب لذلك استمعوا جيدا وفلتروا لمن تستمعون لأن في ناس فصحين اللسان ما شاء الله لسان وفصاحة وقرآن وعبادة ولم يقلك القرآن يقلك يا بترتيل رائع بس ولكن إحساسه بالموضوع لا يوجد فاضي فبينقلك الموضوع فاضي ما بيصير عندك فايد بس ولكن في بعض الأحيان تجتمعوا مع علماء ربانيين لم يقلك المعلومة بيقلك فقط السلام عليكم مثلا وبيجلس إليك فأنت تحس حالك قاعد قاعد بحمام إلهي من الفايد والعلم والنورانية والطمأنينة والروحانية وكذا وكذا ليس بالضرورة دائما وجودك مع شخص تفهمه حتى الإمام الخمينة يعرج على هذا الموضوع دائما أنوا احضروا المجالس احضروا القراءة القرآن الكريم ممكن يتجلى وقت هذا الموضوع مع المستمع تحت بعض المستمعين لما يقرأوا القرآن يريدون التجلي موسيقي مثلا بيجي المرتل بيقلك الله وبيعمل هايك وبتلاقي الله يتجلون موسيقيا لأنه هذا القارئ هذا القارئ يسيطر عليهم من الأذن الموسيقية التي هو يريدها بس ولكن في واحد انت وعم بيقلك يا هايكي بتلاقي الدموع تنعمر بتلاقي ناس عم توقع بالأرض لا لأنه هون أعمق الأنواع من التجليات الشخصية لهذا الشخص بس ممكن يكون نفس الصوت انتبهوا مش بس عم تحدث عن الصوت هو النقل الباطني لهذا المعنى الظاهر والباطن هل ممكن أن نجده مع الأشخاص كأن يكون ظهرك باطنك وباطنك نعم مع بعض الأشخاص الذين الذين عندهم الأمور الربانية الأمور المعنوية وليس كل الناس الأخ العزيز طيب الأخ يسأل ما هو رأي بموضوع الكرات وهل هي صحيحة هذه العقيدة طبعا الموضوع هذا الأخ هذا سؤال كتير من قبل وقلتلكم الإمام عليه الصلاة والله علي ايوالحبا فهموا بالموضوع العلمي ما تفهموا بالموضوع الغيبي والمؤامرات والماسونية يعني مش عم بتحدث عن هذا الموضوع بالتحديد بس ما تفهموا من ناحية الظلام والخوف والغيب لا فهموا من الناحية العلمية لا يوجد موت الأهل البيت لا يوجد موت هي حياة يعني مثلا لما يختفي مثلا الإمام عليه لما قتل الإمام عليه جسمه موجود وضعه في القبر الحسن والحسين يحملون يحملون قبر جثمان الإمام عليه سلام الله عليه ويأتي جبرايل عليه السلام يستلم الميمنة يحمل جثمان الإمام عليه ويأتي شخص ملثم يحمل يحملوا جثمان الإمام عليه بيقلك أنا الحامل والمحمول الإمام عليه أنا الحامل والمحمول شو يعني؟ يعني هل ولكن الجسم جسمانيا الإمام عليه هذا الجسم الذي قتل راح بس ولكن الإمام عليه لازال موجود مش هذه هو كرات يعني راح كره بعدين اختفى من زمن رجائجة لا بعده موجود انت قتل جسمه بس ما قتلته الشهيد عنده هذه الخاصية بس ما بيحمل قبره بإيده هلأ الإمام عليه غير فهمتوا عليه كيف؟ الأهل البيت صلى الله عليه وآله غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير يعني مثل الإمام عليه بنقتلهم بس أنا موجودين يعني نحنا في واحد فصل هذا الموضوع بقلك نحنا من من نقتل الإمام بيطلع من هون بجعب بفوت لهون يعني هو نفسه نحنا قتلناه جسدياً بس هو ما مات ففي ناس صارت إلا كرات وكرات هلأ الإمام علي بقلك كرات بس مش المعنى أنه بيروح وبيقتل وبيرجع بيجي من أول وجديد لا هو ذاته بعضه موجود جسمانيان بعضه موجود لأنه يستطيع الدخول في عالم الصور فهمتوا كيف؟ فنحنا إذا فهمنا الموضوع علمياً بيهون الشرح كاملاً بالنسبة لعلم الكرات لأنه أنا عم شوف ناس عم تدخل بهذا العلم وبالضيع ما هو علم سهل جداً ما لا يحتاج إلى كل هذه مثلاً كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العلن وكنت مع الأنبياء في الخفاء يعني الإمام علي موجود موسى عليه السلام لما شقّلوا البحر كان موجود معه لما إجا أخذ من أثر الرسول كان هذا مش الرسول يجب رأيه كان رسوله رسول الله رسول رسول الله هو علي عليه السلام لما ضرب العصة واشتقت 12 عيناً علي ضرب العصة قال لا 12 عيناً عم بيقله عن أهل البيت سلام الله عليه يعني هذا الموضوع مفرغ منه موجود عبر الزمن الإمام علي موجود ممكن يكون مثلاً بالزيارة الأربعين معكم عم بتنمشي موجود بعده ممكن يكون فيه قرب قبره قاعد موجود مش ميت أهل البيت مش ميتين موجودين لا يزالوا لهلأ نحن دايماً منفكر فقط بالإمام المهدي لأيما سلام الله عليهم موجودين الرسول الله موجود السيدة الزهراء موجودة السيدة زينب موجودة هؤلاء الناس لا يموتون على أول أحبة فهي هو الكرات هي حقيقة علم الكرات طيب الموضوع الأخت بتقول بحاول جواب بس كم جواب وبنتهي لأنه بديش طول وقت أكثر من هيك عندما نقرأ زيارة عشراء مقطعين تكرار مئة مرة اللعن والأخير السجود هل من الضروري تكرار والسجود كل عمل مستحب ما بيكون فيه ضروري شيء ضروري مثلاً بيقلك بمثلاً بليلة القدر مثلاً بتقرأ ألف مرة سورة القدر بيقلك هل فينا نقرأ خمسين هو مستحب أنت فيك تقرأ خمسين فيك تقرأ مية فيك تقرأ خمسمية فيك تقرأ ألف مثل ما ما فيك تقرأ عشرين ألف مش واجب في نفس الشيء بالزيارة مش واجبة فيك تقولها اللهم لعنهم مئة مرة تاخد الأجر بس أكيدة الأجر بيخف مش متل ما واحد قالها الناحية الفايدية بتخف مش متل ما واحد عملها ولازم نتدرب نحن ويا الحبة لنوصل لمرتبة المئة لأنه ممكن نسيلا بعدين بتصير لقلقة لسان من دون ما نفهم شو عم نقول لأنه مع التكرار أوقات الشيء بيصير بيغتقل قيمته عن جواتنا ما عشب بنصير نلتفت إليه أكثر وأكثر ففينا نعمل هيك ونطلع وننزل نطلع وننزل بالموضوع طيب إذا في بعض أسئلة أخرى بشوف سؤال أخير ونختتم لأنه صار مضطر فيه طيب كلنا نعلم أن أمهات الأمة سلام الله عليهم حملوا في أرحامهم نور نور الأمة المعصومة نحن ضربت على بطنها وجهة المحسن نزفت دما وهو نور كيف؟ طبعا الأخ الأخ رؤية ما فيه ما ذكرت الروايات أنه أنه هي بمعنى نحن نفهمه بموضوع الدم نعم بشافه أنه من الخارج فيه دم أما جسد المحسن ما شفنا نحن أما قبر المحسن ما شفنا نحن لا هو موجود المحسن موجود أيها الأحبة بالنسبة لأهل البيت سلام الله عليهم لما ولد الإمام المهدي في الرواية بتقول الإمام المهدي لما حبلت فيه أمه لما حبلت فيه أمه وإجت على لاتخلفه ضلوا فقط لات أسابيع في منهم قالوا فقط لاتشور لما حبلت فيه لما خلفته لأنه الموضوع هذا بهذه الدقة غير موجود أنا قلت لكم من قبل حقلكم للسر الحقيقي في أجسادي أهل البيت سلام الله علي بس بالمستقبل إن شاء الله لحتى نقدر نحن نفهم ونجتاز المواضيع التي تعكر صفوة وجودنا مع أهل البيت لأنه بعض الناس لما تحدث عن هذا الموضوع بيقولوا لك أنت عم تحكي عن هنك أنهم آلهة وأنا ما بعرف يعني إنه إذا أنا بقول مثلا شخص بيقدر يحمل جبل أو إذا بيكلم ناس موتة أو إذا بشق القمر أو بيقلك هوا آلهة لكن أنت شو مفكومكم للإلهة؟ شبت شو أعرفكم شو إلهة؟ إذا أنتم فكرين هذه الأعمال البسيطة تبقوا هذه الأعمال البسيطة بتخليهم يصيروا آلهة لكن شو مفكومكم للإلهة؟ لكن ما بتعرفوا مين هو الله فهمتوا كيف؟ فأنا عم بحاول بهذا الظرف مع أنه بيقلك القرآن لو أنه قرآنا كلم به الموتة أو شقت به الجبال أو كذا أو كذا أنا قلت الآية بطريقة غير منصقة بس المعنى أنه بالقرآن الكريم في أسراري ممكن تشق الجبال تكلم به الموتة كذا كذا بالقرآن الكريم إذا عرف السر فالله عز وجل وضع الأسرار كلياتها والعلوم موجودة فيها وأعتاحها للناس موجودة بس ولكن يحتاجون البحث كيف لأهل البيت الذين يملكون العلم فالناس بقول لك أنت تقوم بتأليههم كيف عم نقلهم؟ فنحن مع الوقت إن شاء الله ننشر هذا الموضوع ولنوصل للفهم والوعي اللازمين بي بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا فيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته